دون أسانيد ودلائل ودون مراعاة لقواعد المهنية التي لطالما تشدقوا بها وزايدوا عليها وكانوا خارسين على تطبيقها والمنادت بها في جميع الوسائل الإعلامية انتهازيون ومخرضون غير مقدرين لمعانته البلاد من ويلات الحرب على الإرهاب لذلك تجدهم قد فروا إلى بلاد أخرى ليهنأوا بالعيش بعيدا عن أصوات الرصاص والمدافع وبعيدا عن المواجهة ليكونوا أبواقا تصدح هنا وهناك في عواصم العالم المختلفة نرى هنا ناشطة تعمل في راديو الوسط بالقاهرة رأت في منشورتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تستغل القصة لتنتقد مواصفته بالحرية متناسية أنها كانت دعيمة لمن منحها إياها بعد أربع سنوات من القبع والإرهاب ولربما كانت أموال المنظمات الاجتماعية جزءا من هذه التسعيرة ناشط آخر من الولاية الأمريكية تيكساس وبعد رفض كل محاولاته وفشله في تقويض جهود القوات المسلحة متناسيا ما حققته بعض أعوام من الذل والقمع والقهر والإرهاب لملا وهو ينعم بأجواء خيالية من كل ذلك لا نقص في السيولة ولا غلاء الأسعار ولا أزمات خاصة بعض رفض الجيش لمقترحه ببناء مؤسسة يمولها الجيش بألاف الدولارات أستاذة جامعية مقيمة في تونس والتي لازالت تدور في دائرة مفرغة وتربط أحداث من عصور غابرة بأخرى حديثة رغم اختلاف العصور والوقائع والأحداث والظروف والبيئة كيف لا وتونس آمنة فهي بديل عن الوطن ولتزييف الحقائق مكان وشاشة كاذبة اسمها الوطن ويقودها من خان الوطن ولهثه ورأى أموال سرايا الإرهاب ليكون الوطن لدى منصور عبيد مجرد حروف وتجارة يبدل فيها الحرف الواو بالباء ومن يملأ هو البطل تيكساس القاهرة تونس وغيرها من الدول شكلت ملاذا آمنا لهم ومنبرا مزيف وصفقات مشبوهة ويبدو أن المصالح تبدلت وبدأت مرحلة شراء الذمم لتقويض ما حققته القوات المسلحة من انتصار على الإرهاب تعددت المرات في محاولات يائسة لتشويه صورة الجيش والقوات الأمنية بعد انتهاء الحرب على الإرهاب فالعدو أصبح متخفي بيننا كخلايا نائمة لا سيما دعاة الهرطقات السياسية الذين أراد بعضهم إشعال فتيل الفتن بين الناس بالأكاذيب ومنها قضية استشهاد غليوان التي تبين باحترافات مسجلة بأنها جنائية مئة في المئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر